وفي السياق ذاته أكدت إدارة الأوقاف السنية على ريادة مملكة البحرين في مجال العمل الخيري باعتباره محركا رئيسيا للنهوض بالمجتمعات وقمة العطاء الوطني الإنساني وهو ما يمثلون عكاسا وترجمة للتوجهات الملكية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا والتي تضع المواطن على رأس أولوياتها في جميع الخطط الوطنية وأشرت الإدارة إلى أن العمل الخيري ثقافة متأصلة في المجتمع البحريني منذ القدم والمتمثل في تعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي من جميع أفراد الشعب والمؤسسات الوقفية والجمعيات والهيئات الخيرية والأهلية من جهة أخرى وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري أشادت الأوقاف السنية بالجهود المبدولة في دعم ومساندة العمل الخيري من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مثمنة المتابعة الحثيثة والاهتمام والتوجيهات المباشرة من سموهي لوضع أنظمة وبرامج حكومية تدعم وتساند مجال العمل الخيري للفئات المحتاجة من شرائح المجتمع وفي سياق المتصل أكدت إدارة الأوقاف السنية استمرارها في تقديم البرامج والمساعدات الإنسانية حيث تقدر الميزانية السنوية حوالي 500 ألف دينار سنويا